بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم في مطبخكم مطبخ الأمل اليوم نقدم بعضياتنا هات الحلوة ديالة الكوكا وأولويان كتجي أكثر من رائعة محبوبة عند الكبير والصغير نتمنى أنكم نجربوها وتنالإعجاب ديالكم ودبا نمرو للمقادير إذا على بركات الله هندي هنا يا نصف كيلو ديال الدقيق الأبيض الخاص بالحلويات يكون النوعية ممتازة ضفتليه جوج معالق من السكر غلاسي أو السكر ناعم كذلك ضف سقبسة من الملح وندي هنا يا مية وخمسة وشرين قرام ديالة الزبدة بحرارة المطبخ هندي هنا يا الزبدة الخاصة بالأكل نكليكم ديروا النوعية اللي كترسحوا فيها ونحاول نرمل هذه الزبدة معها الضقيق يعني ندخل الضقيق مع الزبدة الرمل لهم مزيان برؤوس الأصابع إذا كانت الزبدة بحرارة المطبخ هندي هنا كيسهل لكم يعني الخدمة بسهولة كتن تتخلط لنا مع الضقيق نصف كأس ديال الماء الزهر نصف كأس فقط ديال الماء الزهر ونكملوا بالماء العادي نحاول ندخل هذا الماء الزهر يعني بحل العجين الخاصة بحلويات اللوز إذن عندي هنا كأس ديال الماء بقى نضيف شوية بشوية ونشوفوش حال تخلينا ديال الماء في العجين خلطوا مزيان عجينة باش الماء اللي كتضيفوه يعني كي تخلط مع الدقيق ما تتروش أنكم تضيفو الماء آخر وهي بقي جريم التحت سافي هيا العجينة جمعت لي أنا را احتاجت فيها يعني خدت لي نصف كأس ديال الماء فقط نصف كأس ديال الماء اللي بريتلكو عندنا بالنسبة للحوشوة عندنا نصف كيلو عندنا الكوكا والأبيض كأس ديال الماء اللي بريتين لدينا كغير يمكن لكم اضيفوه بالقشور ديالو وتنقيوه ها ها الكأس اللي استعمد تبقى ديال الماء اللي بريتين من نصف كأس وكي بقى مطبيعة الحال اللي حسبيت النوعية ديال الدقيق اذا عندي هنا يا نكوكا عندنا هنا أنا راه حمرتوا دهنتوا بجمع القديد الزيت وحمرته في الفرا وضفت لي مئة قرام ديال السكر حبيبات وطحنتوا مع قبصة ديال الملح الطحنة الى الحشوة الجارية يمكنكم ان تقليه في الزيت و اضطحنه مع السكر و القبزة الملح اللي تفضله هذا الحشوة اذا على بركة الله سناخذ العجين من بعد ما جمعتها ارتفع بلاستيك لتجنبا ارتحل بينما كنت وجد الحشوة سنضغط في البنز انا اضطحن الزيت عجين كتبه ينشكل الكوائرات محطة ينضغط في البحث من المقاطع من خلال الطقام انا ارتحلوا قليلا لتجنبا لتعطي الخدمة نضغط التباع كما تردون القبوام ارتحل الى الحشوة نحاول انطلقها على شكل مربع او لا مستطيل السمك لا تكون رقيقة بحال حلوية اللوز ستلابط جرائها في هذه الحلوة لكم ترشو شوية الدقيق إلا تلصق لكم العجين مع طاولة العمل سوف نحيدها جانبا سوف نأخذ الحشوة سوف نطلقها مبين بلاستيكات وردوا البال باش ما تكونش رقيقة ما تكونش رقيقة بزاف طب الحين انتم ما تحكموا في الحشوة فقط ما ترققوهاش بزاف اما تكون رقيقة شويش او لا تكون غليضة ما تجري وهاش كفا سبق لي ذكرت باش ما تتعدبكمش في الخدمة إذا نطلق العجين التحت من الكورة الثانية أنا كنقلب الحشوة هيك قلب تتقلبها لا تقلب ما تشيش حاجة صعيبة سوف نحاول نقذها نجيب العجين التانية اللي سبق لي يعني طلقتها ونضرها بفوقها بسهولة ما كنت حتجوش انكم تلصقوا العجين مع الحشوة بشي حاجة لأنه الحشوة تطلق لدمها يعني هي بحدتها تلصق مع العجين سنقطع الجوانب يعني الفائد العجين من الجوانب عجينة أكثر من رائعة يعني في الخدمة السهلة وخمد لكنهاش نفس العجين ونفس الحشوة يمكن لكم تشكلوا بها عدة يعني شكلات سوف نضغط لها فقط شوية باش تزيد العجين مع الحشوة بالنسبة للحشوة يمكن لكم اضعوا لها القرفة اضعوا لها القرفة اضعوا لها القرفة انا كتفيس فقط بالمضاق الكوكو يعني يوجد المضاق رائع فقط حمر صف الفرنج في مسبق الاضكرس يمكن لكم تقليوه وإذا بعد ما تكونوا قطحنوا أنا أتحنتوا في عند وضخوا إذا كنتوا قطحنوا ما بغاش يدلكم عقدة ممكن لكم تضيفوا شوية هذه الزيت كما تشوفوا سوف نحاول نشكل شرائط من العجين لا يكونوا غلادين هذه العجينة سوف تكون رقيقة شوية تأتي أفضل كما تشوفوا تقطع بسهولة لأن العجينة رائعة في الخدمة سوف نشكل شرائط بحلاكة ومن بعد سوف نحاول هذا الجوانب لن تشترمون كما يمكن لكم طيبة من وليداتكم أو اللينة النية سوف نحاول نقدم الجنب كاملين ونحاول نقطعها بالعرض وكما تكون حلوة سوف نحاول نقطعها ثم نقطعها لكي نضمن القطاع متساوية الفران شعلته على عافية لا تكون العافية سخونة لا تكون الفران سخونة وطريقة موضحة أسهل كتأخذوا الحلوة أو الشريط من الحلوة يمكن لكم نجروا شوية ونقص العافية ونقص العافية ونقص العافية مهيلة تأخذ وقتها في الطيب باش تجينا مقرمشة وهذه هي الحلوة فيما كتشوفوا شكل تبقى هو هو ما كتدي فرما موالو كيجي الماضاق رائع تمنى أنكم تجربوهم وإنه الإعجاب ديالكم ودومتم في رعاية الله الذي لا تضيع ودائعه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر